قال الدعا بمعنى العبادة في الآية ومن أضل ممن يدعو من دون الله لا لدي ما الآية الفي الدعا بمعنى العبادة ورك الآية الفي الدعا بمعنى العبادة ذكرت أيتها لكنت ما جايب خبر قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد ما تعبد غير الله ما تنادي غير الله وأحد نكر في اللغة العربية وجات في سياق النهي والنكر في سياق النهي أو النفي أو الشرط تفيد العموم لا تنادي برعي لا مكاشف لا صنم لا غيره لا بشر عرفتها أما الآية الزكرة شوف من جهل الرجل ده زول جهلول من جهل قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله يعني يعبد دون الله كم الآية دي الآية أربعة وخمسة من سورة الأحقاف تورطيتها خشيت سايقا للناس دي هنا براعم دي هنا درجة هولة يا زول الله يتقلم الله يتقبل ما من يفتري عليك ولا من يتكبر دعفا فقراء منكسرون إلى الله لكن تورطت سايقا أقرى باقي الآية ومن أضل أضل على وزن أفعل في اللغة العربية صيغة تفضيل يعني منتهى الضلال باقي الآية شنو؟ انت دارت تحصر الدعاء في العبادة بس الدعاء هنا بمعنى النداء تم الآية ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ده نداء ولا ما نداء؟ ده بمعنى الدعاء المعروف وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءا وكانوا بعبادتهم كافرين يعني بالدعاء المخصوص هنا لأن الدعاء بيجي بمعنى العبادة والعبادة بتأيي بمعنى الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذ من رواية النعمان ابن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة والتدار تحصر في العبادة العامة دعائنا الندى ذات الندى لأنه قال من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ده الموضوع